أنا مغتربة في بلد تعرفت على زميل لي متزوج وله أتصلان عندهم إعاقة قمت بالزواج من هذا الشخص زواجا عرفيا لأحل نفسي لطليقي إن طليقها بدت طلاقها ثلاثا فأصبحت لا تحل لهم من بعد حتى تنشح زولا غيرها فتعرفت على زميل لها في الشغل وقعت له أتزوجك وأضمرت نية إنها تفعل هذا لتحل نفسها لطليقها السابق لكن تقول بدون علم أيهما من أيهما لذوقها السابق ولذوقها الجديد زوجته نفسي ما كانش ولي موجود مش هو اللي هو زوجني لكن بعلم ولي ولم يكن حاضرا طب الشهود كان الشهود على الهاتف الزواج استمر الكاملون جاءت استمر الزواج يوما واحدا طبعا النية مبيتة سلفا على الخراب ثم طلقنا بعد ذلك هل الزواج صحيح؟ تم الدخول به شرعيا هل يجوز لي أن أرجع إلى زوجي الأول إذا طلب الرجوع علما بأنه لا يوجد أطفال بيننا لكنني أحبه وغير قادرة على الحياة بدونه نعم الجواب عن هذا أقول المفتي أسير المستفتي المرء أمين على دينه إن صح أن المرأة زوجت نفسها بإذن وليها وأن الولي أكد مباركته للعقد كما تقول بعد عقاده بقليل وأن الشهود شهدوا على العقد عبر الهاتف وأنهم لم يأمروا الشهود بكتمان العقد لم يحدث تواصي على كتمان العقد وقد عرف بالعقد بعض المقربين من الزوجين وأن الزوج السابق لم يحرض على هذا الزواج الثاني ابتداء ولا على إنهائه بالطلاق بعد وقوعه لأنه كما زعم أو زعمت لم يعرف به إلا بعد وقوعه فهو لم يكن من المحرضين لا على الزواج ولا على الطلاق يمكن الفتوى بصحة هذا العقد إن صحت هذه المقدمات تقليدا لبعض المذاهب المتبوعة بعد أن تأكد الزواج بالدخول لأن العقود المختلف فيها إن تأكدت بالدخول لا يقضى بفسادها لكن يدعى إلى تشجيدها احتياطا صحة الوقائع مسؤولية المستفتي والمفتي بريء مما عسى أن يكون المستفتي قد اختان فيه نفسه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم من خان نفسه المفتي بريء من ذلك والمرء أمين على دينه والله لا يخادع لكن يبقى تأثيم المرأة بنية التحليل التي غشت بها زوجها الثاني فدخلت عليه وهي مزمعة مفارقة مجمعة مضاجرته مبيتة النشوز عليه ليطلقها فالله حسيبها وعليها أن تتدارك نفسها بالتوبة النصوح والاستكثار من الطاعات فإن الحسنات يذهب للسيئات طبعا لماذا لم نبطل الزواج قطعا ويقينا ونقول هذا زواج تحليل لأن زواج العبرة في التحليل عند الجمهور بنية الزوج وليس بنية الزوجة لأن الزوج هو الذي بيده عقدة والنكاح لكن حتى إن صحح العقد يبقى تأثيم هذه المرأة بما غشت به زوجها الثاني ومما دخلت عليه وهي مزمعة لمفارقته ومجمعة لمضاجرته ومبيتة للنشوز عليه لكي تطلقها فليس أمامها إلا التوبة الصادقة النصوح ويتوب الله على من تاب